قال هل صحيح أن الشيخ يحيى اغتيل في مارب اغتيل في بعض مواقع الأخوان المسلمين أما هو مغتيل إنما في أخبارهم الكاذبة في بعض المواقع نشروا هذا كذبا ويقولون الشيخ يحيى الحجوري كان في السوق ايش ذهب في السوق اشتري بصل كان في السوق فرموا عليه واصيب وهو كذا وهذا كله من الكذب والإخوان المسلمون لا يتحرجون من الكذب والفجور وبعض أصحاب الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية لا يتحرون ولا يتورعون من الكذب وهكذا أصحاب التحزب عبد الرحمن بادح هذا المدبر يعني كان فرح بهذا الخبر حتى أنه يقول الحمد لله أنه ما قتل لعله يتوب وإلا لو قتل كم سيتحمل من السيئات في من تكلم فيهم وإلى غير ذلك وكأنه كان يفرح أنه يموت قل موتوا بغيظكم حتى لو مات الشيخ يحياء أو غيره فدعوة الله عز وجل هو ناصرها كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى عندما أرادوا قتله في أكثر من موضع يقول إن قتلوا مقبلاً فهناك ألف مقبل إن قتلوا مقبلاً فهناك ألف مقبل لأن الدعوة السلفية هي دعوة الله ليس الدعوة فلان ولا علان هي دعوة الله عز وجل وهو ناصرها فلا نبالي مثل هذه الدعايات ومن مات في سبيل الله عز وجل فهذا شرف له أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم انظر فقط في سير علام النبلاء وقرأ في تراجمهم تجد أن أكثرهم مات قتلاً أكثرهم أكثر الصحابة في المعارك وبعضهم اغتيل من قبل الخوارج وصار هذا شرف لهم أن قتلوا في سبيل الله عز وجل كان شيخنا رحمه الله يقول ذلك في وصيته كتب ذلك في وصيته أنه كان يحب أن يقتل في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل قال ولكن لعل الله أن يكتب أن أموت على فراشي فهذا لا يضر فالدعوة دعوة الله ولكن هؤلاء الكذبة هكذا يحبون النشر مثل هذه الدعايات وقد نشروا عن الشيخ رحمه الله تعالى قبل أن يموت أنه مات في المملكة ثم قام وأخرج شريطا وقال أحياني الله عز وجل بعدما مت وتكلم على هذه الصحف الكاذبة والمواقع الأخبارية التي يقوم عليها بعض الفجرة وهذا يقول ما هي النصيحة لمن ينشر مثل هذه الدعايات من طلاب العلم هذا من الخطأ أن تنشر كل ما يصل إليك فإنه يخشى على من كان هذا حاله أن يدخل في ذلك الحديث الذي فيه أنه يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب صاحبها في قبره يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه وتكرر عليه هذه العقوبة لأنه ينشر الكذب يقول الكذب قال يكذب الكذبة تبلغ الآفاق فالذي ينشر في هذا المواقع والواتساب ونحو ذلك من الكذب هذه ربما تبلغ الآفاق فلا تنشر شيئا وأنت تعلم أنه كذب أو لا فائدة فيه حتى مثل هذا الأخبار لا يحتاج إلى نشرها لا يحتاج إلى نشرها وتتعجب من إخواننا الذين ينشرون تفاصيل المعارك مع الحوثيين وكان القائد في الميمنة فلان وفي المؤخرة فلان وجرح اليوم فلان وقتل فلان هل سمعتم بالحوثيين في معاركهم يذكرون من القائد في تلك المعركة أو سمعتم أنهم يعلنون أنه قتل في تلك المعركة وفي ذلك المكان فلان وفلان لا يذكرون هذا لا يدرى منه قائدهم في تلك المعارك في بعض الأماكن فتتعجب من ذلك التدقيق وكأنهم ينقلون الأخبار للرافضة لا يحتاجون إلى جواسيس خلاص ينشرونها بالواتساب ولا يحتاج إلى جواسيس وقد جلب هذه مواقع التواصل على المسلمين شرا مستطيرا سواء الواتساب أو غيره فاستعمل في غير ما يصلح له أو انتفع به ترجمة نانسي قنقر